اربعة كيلو او خمسة كيلو بطاطس باسم الله جميلة جدا باربعة جنيه يعني البطاطس اللي كانت موجودة كانت بطاطس اللي هي الزغيرة اللي هي بتاعت السليق لو رحت عند اي خضراتي اقولوا انعوز بطاطس الزغيرة بتاعت السليق هيدهالك الكيلو باربعة جنيه طبعا الناس كلها نحن عارفين الناس بتنقي البطاطس الكبيرة فانا جبت بلا ملك من عنده شوية بطاطس كده بصو جمال جدا جدا وبدأت كده ان انا حط عليهم شوية كسر ورز وبدأت كمان حط عليهم شوية كمان شوية درة تمام طبعا الخلطة دي اللي انا عملها للطيورة عندي طبعا اي طلع جيارة او الدشيشة خلاص كده فطبعا حطيت كده حبة بقى من غير طبيخ ومن غير وجع دماغ تمام كده فطبعا زي ما حضراتكم شايفينه بدأت ان انا اقلب طبعا يعني بص عاوز اقول لكم تقدر ان انت كمان تزود على الخلطات دي كل حاجة انت عاوزها عندك بواية اكل بيت بس بصراحة اكيد بواية اكل البيت كنت لم دخلها لهم اول ما رحت المزرعة فقلت لا استنع لهم شوية وبعد كده ابدأ اعمل لهم الخلطة دي تودها لهم ونشوفي النتيجة البطة هتقبلها والفراخ ولا لا وزي ما حضراتكم شايفين طبعا نظفنا المكان الاول كده وجاهزنا وحطنا لهم ميا نظيفة وبدأنا طبعا كان هم عادين ينقنقوا هنا في بقية الاكل طبعا اللي احنا كنا حطينه لهم لسه بقى دلوقتي هندخل نحط لهم الخلطة بتاعتنا وهنشوف رد فعلهم هيبقى ايه يا ترى هيتقبلوها ولا مش هيتقبلوها عاوز اقول لكم البطاطس جميلة جدا فها نسبة نشويات كويسة جدا 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 للطيور انا اول حاجة تقدر ان انت تنقعيها من بلط للصبح بحيث ان انت تنزلوا كل الطين اللي فيها وكمان تخسليها كويس وانت بتبشريها كده خدي بالك من ببشرة علشان دبعا ايه يعني البطاطس اول ما بيطلع نسبة النشويات بتاعتها وانت بتبشريها بتلاها كده بالزحلة فممكن تعولك صبعك او تعولك ايلك وانت شغالة خدي بالك كده بس انا عاوز اقول لكم ان انا بشرتها الاول بصراحة يعني وبعد كده غسلتها كويس جدا بس طبعا ضوت الافضل ان انت تخسليها الاول عشان ما تضيعيش النسبة بتاعت ان ده شويات اللي فيها عشان ما تنزلش منها وكمان الطيور بتاعتك تستفاب منها تمام كده وبعد كده بدأت ان انا اخلطها لهم بقى على اي حاجة موجودة عندي لو عندك شوية درة حطي عليها عندك شوية كزبة عندك شوية هرس ببيت مهاش مشكلة برضو حطي كل اي حاجة موجودة عندك تقدر ان انت تحط عليها عندك شوية برسيم شوية خاصة عندك اي حاجة المهم ان انت تأكل طيورك بقى اقلل قليل تمام كده طبعا انا عاوز اقول لكم ان القناة بتاعت هنا مبنية بدون اعلاف خالص للطيور ما بأكلش حاجة اعلاف الا الفراخ البيضة ليه لان الفراخ البيضة دي فراخ تسمين فطبعا ما جربتش قبل كده ان انا حط لها اي خلطات او ان انا خلط لها اي حاجة قبل كده تمام كده انما كل شغل على القناة بدون اعلاف خالص يعني اللي يدخل كده طبعا كلكم نوريني طبعا وفوق دماغي من فوق كلكم بس طبعا انا بشتغل بدون اعلاف ممكن احط لطيور الزغيرة ازا كان فراخ او بط صغير مدة اسبوعين علف وبعد كده بنبدأ نشتغل بالاعلاف وزي ما حضراتكم عارفين احنا كان لدينا دور البط كبيرة جدا جدا على القناة من اول يوم لحد وقتنا هذا بكنا بنشتغل معاها وطبعا البط اللي احنا بنصور به دي دوق كله من دورة البط اللي كنا شغالين فيها دون طبعا الامهات والزكرين اللي هما بيطلعوا الانتاج تمام كده طبعا كل حاجة كانت مع حضراتكم كانت اليوم بيوم بسم الله مشاء الله حاجة كده جميلة جدا 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 للبط والطيور طبعا البط بيأكل كمان الفراغ بتأكل يعني بسم الله مشاء الله حاجة كده جميلة جدا كيلو باربعة جنيه يعني هتلك بعشرين جنيه هيقضيك يومين ثلاثة لو انت عندك شوية فراغ زي دولة تعاوز تأكليهم وتخفي شوية في مصروف الاعلاف او تخفي شوية في المصروف بتاع الاكل بتاع الطيور اربعة كيلو يعني انتي هتجيبلك مسلا كيلو بطاطس وهتبشري بس طبعا تنقي البطاطس اللي هي الزغيرة عجب سعرها كبير معاكubaبعدة تابعانان بعدك يتبدأ ان انت طبعا بعضي ماشى هتشرييها و اضيف معها كل حاجه انت عاوزه اضيفيها معها عاوز هتضيفي مع هى شوية بصل مفرومين عاوزhat ضيفي معاها شوية جزر مفرومين عاوزه يضيف معاها شوية خاص عاوز هتضيفي معاها نسبه من العلف لو انت يحب في انت تعطي نسبه من العلف او حب ان انت اضيع اي FCC ضرر أمכان اي صحيح اي شtering اي مهم أكلم انه لا طبعا لو انت عندك عشرة بطات هيفلسوكي هيفلسيني ايو هيفلسوكي بالفعل لانه طبعا البط ما بيكون زغير بيسحب علف قليل جدا انما لما بيكبر بيسحب علف كتير جدا 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 طبعا انت في غنى ان انت تعود تصرفي في الاعلاف وتعود تجيبي في اعلاف فانت في غنى عن كل ده تقدر ان انت تستعمل اي حاجة وكل حاجة ايديك توصل له تقدر ان انت تحطيها للبط بتاعك او للفراغ بتاعتك طبعا بنسب علشان طبعا تبقي ماشية مع الطيور بتاعتك مزبوط وكمان بتقدم لهم وجبات غزائية تكون نضمونا وفي نفس الوقت تكبرهم معاكي ما تقللهمش معاكي في الوزن تمام طبعا زي ما حضراتكو شايفين يعني باسم الله ما شاء الله دورة البطريات وكمان البطل قدام حضراتكو دوت ديت طبعا الامهات وكمان الزكور بتوع التكسير يعني انا حطى كده في كل مكان كل دكر مع نتاعتين ثلاثة بحيث برضو يطلعوا نسبة انتاج كويسة طبعا للمزرعة طبعا عشان كمان نقدر ان احنا نشتغل وطبعا كل الناس اللي حبا طبعا وفيني عاوز اقول لكم ان في ناس كتيرة جدا حاجزة معايا بطو صغير هو لسه مطلعشي بس طبعا يعني لسه بازن الله لما يطلع ان شاء الله هاتصل بالناس دي كلها عشان تيجي وتاخد الطيور بتاعتها ان شاء الله ده الفيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسونوش فلايك واشتراك واتفعلوا الجرس عشان يوصلكو كل جديد ترجمة نانسي قنقر